السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة شاف امير اليوم سوف نشارك معكم وصفة اطلبتها مني وهذه الوصفة سوف نتأكد بعد ان نشاهد الفيديو و تجربوها سوف تجربوها معتمدة عنكم و مستحيل انكم لا تجربوها سوف تجربوها و تجربوها سوف نقوم بتجربوه مع بعض تيس كيك سن سباستين أو تيس كيك المحروق وهذه الوصفة يعني ناجحة 100% فنصحكم انكم تجربو هذا الفيديو حتى الاخر و تجربو هذه الوصفة كيما قلت لكم سوف تجربوها اذا بدون اطارة سوف نجحكم تشاهد الوصفة عنها اليوم اذا اعجبكم من الفيديو لا تنسوا الضغط على زر اللايك الاشتراك في القناة و تفعيل زر الجرس هكذا بجدائما تتوصلوا بجديد الوصفات نقليكم مع هذه الوصفة الرائعة و نتمنى لكم مشاهدة ممتعة اذا اول حاجة سوف نحتاجه حوالي 500 جرام جبن كريمي في هذه الوصفة ستعمل جبن الماسكاربون مصنوع في الجزائر تقدروا انكم تستعملوا مثلا الفيلادرفيا و لا تستعملوا اي جبن كريمي المهم لا يكون مالح استعملت هذه الماركات على الماسكاربون كما لا ترى هذه العلبة يعني كفيتني في هذه الوصفة اذا في هذه المرحلة سوف نضيفكم كمية على السكر عندي كاس الا ربعة سكر ما يعادل 150 جرام او 7 ملاعق كبيرة سكر مملوء جيدا و سنحركهم جيدا باستعمال الخلاط الكهربائي تقدروا انكم تستعملوا الخلاط اليدوي لكن نفضل الخلاط الكهربائي اذا نبقى نخلط فيها السكر مع الجمل الكريمي جيدا وهذه المرحلة تعتبر مرحلة مهمة جدا يعني لازم عليكم تقوموا تخلطوا في السكر حتى يدو معكم كامل كما تعرفوا ان السكر تحكموا كمية على كريمة باستعمال الاسبوع و تديروا هذه الحركة اذا شفتوا ان الحبيبات على السكر سوف نتكملوا تخلطوا حتى يدو معكم كامل السكر اذا في هذه المرحلة سنضيفكم اربع حبات عبيض والبيض سوف نضيفها و معلومة صغيرة سوف نقولها هي انه يجب كامل المكونات في هذه الوصفة تخرجوهم من قبل و تخلوهم حتى يدو و تستعملوهم في هذه الوصفة اذا كما راكم تهدو سوف نضيف هذا البيض نبدأ هنا بالحبة الاولى نخلطها جيدا باستعمال الخلاط الكهربائي و نضيف باقية الحبات يعني في كل مرة نضيف حبات سوف نخلطها جيدا و نضيف الحبة الثانية و نضيف الحبة الثالثة والرابعة كما راكم تشاهدو حتى هذه المرحلة الوصفة سهلة في متناول الجميع فنضيفها لانه صراحة تستحق التجربة خاصة اذا استعملتوا مكونات لعندهم جودة مليحة سوف أعطيكم نتيجة ولا أرواع فنضيف وصفة تستحق التجربة و اذا جربتها لا تنساوش انكم تشاركوا معي تطبيقاتكم في الصفحتي على الانستغرام اللي راح اخليها لكم دهراء امامكم على الشاشة بعد ان اخلطنا هذا البيت جيدا في هذه المرحلة سوف نضيف ملعقة كبيرة على فانيليا اما سائلة او بودرة يعني حسب الموجود عندكم في المنزل و كإضافة سوف نضيف مبشور الليمون يعني اختياري مشاشر انكم تضيفوه لكن صدقوني سوف يضيف بلنا بزافة لهذا تشيزكيك و سوف نضيف ايضا عصير ما يعادل ملعقة كبيرة اذا بعد ان اضفنا الفانيليا و مبشور الليمون و اضفنا ايضا هذه العصرات الليمون التي قلت لكم تبقى اختيارية سوف نضيف هذه المكونات جيدا و بعد الاخير سوف نضيف عليهم كأس و نصف كريمة سائلة كما قلت لكم يعني كامل المكونات يجب ان يكونوا بدرجة هذه الغرفة تجبدوهم من قبل تضيفوهم في سطح العمل تخليهم لمدة 20 دقيقة أو نصف ساعة و بعد ان اضيفوهم هذه الوصفة اذا بعد ان اضفنا الكمية على الكريمة السائلة سوف نضيف ايضا ملعقتين كبيرتين تعافلين ما يعادل 60 جرام نصفوهم و نغلبوهم مليح و بعد ان نكمل و نخلطو كامل المكونات باستعمال الخلاط الكهربائي كما رأيكم ترون اذا بعد ان اخلطنا جميع المكونات جيدة سوف نتحصل على هذه القوام كما رأيكم ترون سوف نضيف ملعقة و نخلط للمرة الاخيرة سوف نضيفو كامل المكونات و كما رأيكم ترون هذا هو القوام اللي يجب ان تحصل عليه في الاخير يعني لا يكون تقيل بزاف و لا يكون خفيف بزاف نخللوا على جهة و نروحوا مع بعض و نحضروا القالب اذا بالنسبة للمقادرة على وصفة عنها اليوم سوف نكفوكم لهذا المول التي فيه 18 سنتيمتر يعني القطرة 18 سنتيمتر تقدروا انكم تستعملوا مول كبير لقد قطرة 20 سنتيمتر لكن اذا فات المول لكم 20 سنتيمتر فنصحكم انكم تستعملوا مول اللي يكون صغير لانه اذا كان القطرة كبير بهذه المكونات اللي اعطيتكم اليوم سوف يجيكم الشكل هابط يعني ما يجيكم طالع كما النتيجة اللي حصلت عليها في الاخير و بعد رح نجيب ورقتين ورقة طهي اللي يكونوا كبارة على هذه المول نقصصهم على شكل مربع و بعد رح نحاول كيف نكمشهم و نكرفسهم بهذه الطريقة و نروح ندير ورقة مخالفة مع ورقة كما رأيكم تشاهدوا امامكم يعني هكذا نضمنوا بالتشيز كيك لا يخرجنا من هذا القالب بعد رح نحصل على هذا الشكل سوف نجيب الخالط تشيز كيك و نفرغه مباشرة في هذا القالب كما رأيكم تشاهدوا هذا القالب سوف يكفينا كامل كمية تشيز كيك حتى الفوق لا تخافوا بالعكس سوف أعطيكم نتيجة في الاخير بعد ما كملت و فرقت كامل الكميات على هذا الخالط سوف نحكم على هذا القالب و نحاول كيفه نضربه مع سطح العمل يعني غير بشوية حتى نخرج كامل الفقاعة على الهواء بعد ما نكمله سوف ندهمه مباشرة للفرن الذي يكون مسخن مسبقا يعني الفرن تكون شاعلته من قبل على مئتين وعشرة درجة حرارة و سوف نضع هذا التشيز كيك و سوف نضعه في الرف لتحط الرف و تشارعه من فوق و من تحت على مئتين و عشرة و سوف يدعكم حوالي 35 دقيقة و حسب الفرن بعد مرور حوالي 35 دقيقة حوالي 35 دقيقة نضعه كما رأيكم تشاهدوا يعني من فوقه يجب أن يحرق لأنه هذا هو الشغم و في الوسط يأتي الترعاد كما رأيكم تشاهدوا هذا هو النتيجة كما تعرفون أنه تشيز كيك سوف نضعه يبرد تماما لمدة ساعة في سطح العمل و بعدما يحبط معكم و يبرد سوف نضعه في التلاجة لمدة ليلة كاملة أو 4 ساعة على الأقل نضعه يبرد مليح و نحضر مع بعض القانشة الشوكولات التي سوف نرفقها معه بالنسبة للقانشة الشوكولات وصفة سهلة سوف نضعه 200 غ كريمة سائلة و نضعه 200 غ شوكولات سوداء أو الحليب أو خلط مبينتهم و نضعه الشوكولات و نسخنه الكريمة على النار حتى تستغل معنا و نضعها و نضعها و نضعها و نضعها حتى نضعها 4 قانش شوكولات إذا نضعه نضعه هذه المكونات بالنسبة للكريمة السائلة قدروا أنكم تعودوها بكمية حليب زائد ملعقة كبيرة و لا تعودوها بالياغورت الطبيعي كما تحبون بعد مره الليلة كاملة و نضعه في التلاجة و لا يوجد مجمد و نضعه ليلة كاملة و نضعه و نضعه و نضعه ورقة طهبة و نضعه و نضعه و نضعه و نضعه و نقسمه و طريقة تقسيم القطاع سين سيباستان و تجيزكيك و نضعه و نضعه ممتاز و نقطع القطاع و سين قطعوا و كما قلت لكم حتى يمكنكم القطاع إلى شكل تلاجة و أستخدم و سكين على قطاع و تقسم تقطعوا القطعة الأولى ومسحوا السكين للمرة الثانية تقطعوا القطعة الثانية وتكرروا هذه العملية حتى تكاملوا و تقطعوا كامل سوف نقوم بها قطعة بعدما قسمناها بطريقة السكين شاهدوا هنا شكل متحوف القاوم من داخل جي كريمي لا تحاولوا أن تطيبوا لمدة طويلة فقط شاهدوا اللون من فوق سوف نزعوه لمدة 35 أو 40 دقيقة ثم سوف يبرد مليح و تقدموه شكل متاح و نفس الشيء نتبع في المحلات و لا نرى في الفيديوهات على الانستغرام و اليوتيوب و النتيجة يأتي كثيرا فننصحكم أن تجربوه كما تجاهدوا هذه الوصفات عنها اليوم حضرنا مع بعض تشيز كيك السان سباستيان أو تشيز كيك المحروق هذا الوصفة يدعى ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي نظن بل ما كاش منكم لتلاقى مع هاد الوصفة فاليوم كما شفتو شاركتها معكم بطريقة ناجحة و ستقوني أصدقائي والله العادم اتجيب بزاف منينا فننصحكم انكم تجربوها يعني راح تعجبكم بزاف خاصة للناس اللي حبوا التشيز كيك فالاخير راح ندعو لها كمية غاناش الشوكولة وبعد راح نجيبو ملعقة و شوفو هنا يلقى هو من كريم التحى يعني جات من اروع ما يكون اذا الى هنا وصلنا نهاية وصفة عنها اليوم ان شاء الله تكون لدي اعجابكم لا تنسوش انكم تشاركوها مع اصدقائكم اذا جربتوها تشاركو معي تطبيقاتكم في الانستغرام يعني مبقى الياغي نقول لكم تهلا في رحكم بزاف بزاف انتلاقى ان شاء الله في وصفات لاحقة مع السلامة